السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello everybody I am Mr. Hassan Teacher of English لو عندك طالب في grade 1 أو 2 ركزي في اللي هقوله ابنك أو بانوتك هيخدوا معي درس انجلش منهج connect وconnect plus ببلاش بس الدرسة معي مختلف شوية مش مجرد منهج بشرح عشان الامتحان لا ده منهج بنشتغله عشان نتأسس ونتعلم صح وننمي اللغة عند أولادنا ابنك هيحفظ الكلمات أو الكابري بطريقة الساونز أو الأصوات والطريقة دي هتخليه خلال أقل من شهر قادر على كتابة وقراءة أي كلمة طبعا ده هيأهله أن يكتب ويقرأ sentences أو جمل لوحده أما بالنسبة للgrammar أو القواعد هنشتغلها بطريقة المهارات يعني الطالب هيفهم الجرامر مش هيحفظه وخلال فترة صغيرة جدا هيكون عارف يعني auxiliary verb أو فعل مساعد الطلبة بتوصل لغاية سنوي من غير ما تعرفه ويعني إيه sentences أو أزمنة وكمان يكون جمل وأسئلة ويجاوب عليها وده مش مجرد كلام على فكرة ده رأيي أمهات كل الطلبة اللي بيحضروا معايا وصورهم موجودة قدامك دلوقتي وكل ده بمعايد سابتة أسبوعيا هنزلها تحت الفيديو ومش بس كده ده في كمان متابعة ومراجعات ومتحنات ومسابقات طول الترم لتشجيع الطلبة وكل ده مجاني مية في المية مش مطلوب منك غير أنك تعملي subscribe أو اشتراك في القناة وتدوسي على الجرس عشان توصلك الحصص بالترتيب ولايك وشير الفيديو عشان الكل يستفيد يلا بينا نبدأ ازايكم عامين ايه وحشتوني جدا 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 الفترة اللي فاتت نزل شغل مهم جدا على القناة بكلمكم فيه على الأجازة اللي خدناها فجأة دي وطبعا لغبطتنا كلنا مش عارفين طب نكمل شغلنا طب نأجز طب نعمل ايه طبعا اللي بيسمعني في الفيديو ده السنين اللي بعد كده ان شاء الله يارب بتكون اللي هم دي نزاحب بتاعة الكورونا دي ففترة الأجازة دي نزاكر ولا نكمل ولا نوقف ولا نعمل ايه بالضبط كل الإجابات بتاعة كل الأسئلة وفي رسالة مهمة جدا للطلبة وللأمهات هنلاقيها في فيديو على القناة ادخلوا على القناة بتاعتي هنلاقي فيديو نعمل سرش على فيديو بعنوان ناخد أجازة ولا نزاكر كمان في فيديو مهم جدا 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 نزل بعنوان أسباب فشل التأسيس الفيديو ده مهم جدا لأن انا بتكلم فيه عن أسباب فشل التأسيس مش بتكلم فيه عن التأسيس بمعنى احنا كتير قوي خلاص اتكلمنا على التأسيس واهمية التأسيس وبنأسس ازاي وبنعمل ايه وفيه أمهات مشيت وراحت ولمدرسين ودرس غالي درس خمسمائة ستمائة جنيه تأسيس اصلا انا بشتغل مناهج كتير اصلا انا مش عارفي وحاجات كده يعني آآ آآ مجهول جبار بتعمل وفي الآخر ييجي ابنك يدخل استانا اللي بعدها تلاقيه ما فيش اي نتيجة للتأسيس اللي انتم اشتغلتوه طيب ايه بقى اسباب فشل التأسيس ده انا شغالة مع ابني وبنزاكر وبنعمل كل حاجة ايه اسباب فشل التأسيس ده ده هنلاقيه برضو في الفيديو على قناتي بعنوان برضو ندخل نعمل فشل بعنوان اسباب فشل التأسيس النهاردة ان شاء الله هناخد بازن الله اخر يونت من منهج آآ تعبنا قوي الترمي ده مع بعض وذاكرنا واكتهدنا واشتغلنا آآ ان شاء الله اي حاجة انت عملتها هتسهل عليك الترمي التاني جدا هتسهل عليك السنة الجاية جدا اي حاجة انت تعلمتها مش هتنساها باذن الله بس دايما المراجعة جماعة المستمرة بعد اليوم نبدأ باذن الله اذن الله هنخلص كمان الستوري وبعدها هنبدأ ندخل فيه آآ هعمل لكم قوية جدا ان شاء الله هنعمل امتحانات آآ ومسابقات وحاجات جميلة يعني. اوكي فآآ خلونا نبدأ آآ مع بعض كده في نرجع بقى نفتكر مع بعض كده احنا جماعة لما بنيجي اشرة انا هقرأ اي حاجة هتقروها ورايا اوكي? يلا بينا. هل توريدين بيضو انت عايزة بيضو? يس بليز اوه يا ريت. هانا. would you like some chicken? would you like some chicken? يس بليز. دات لكس يومي. اوه دي طعم شكلها كده طعمه حلوة اوي. جرانبا. would you like some tea? would you like? would you like دي انا اخذها كمان شوية نفهم معناها اي اي اي. would you like دي. would you like some tea? انت عايز اه شي. no thank you. لأ مش عايز شي. i like some juice. لأ انا عايز بس شوية عصير. طيب تعالى لما نشوف اللي هناخدها النهاردة عبارة عن ايه? وبعدين اه نتكلم على اي كلمة هقراها? البيت افتر مين. يلا بينا زعبوا اللي. هناخد دلوقتي الفودز اند برينكس. الاطعم هو ايه? المشروبات تعالى بقى لما نتعرف على اسامي الحاجات اللي احنا بنكلها وبنشربها. الله حلو اوي الكلام ده. بدل ما احنا نقول الحاجات دي او بالعربي. تعالى نقولها انجلش. اج اج. تعالى بقى نحفظ بقى زي ما احنا متعودين. اه اه اي اج 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 انا وانا بقولها بتققل عليها كد حسن ان اقولتها مرتين ف اج 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 اج. تشيكن تشيكن تشي 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 اتش قصرت اوي اي. متققلة فيها اوي بقى سي كي. قصرت بس مفتوحة شوية اي. تشي كن. اوكي برجر برجر اصلا كلمة برجر اكيد انت كلكم حافظينها. بتكون اه مكتوبة كتير قوي على السامتشات البرجر اللي بنشتريها السامن برة ومكتوبة على اسامين محلات وكده. اوكي برجر برجر. من منا بقى لا يحب الفرايز. الفرايز. الفرايز اللي هي البطاطس المقلية. ف ف ف فرايز. فراي ايز. فرايز. فرايز اللي هي البطاطس المقلية. مانجو. 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 كلنا طبعا بنعشق المانجو. مانجو. حتى هي اسمها بالعربي زي الانجلش بالزبط. اوكي? مانجو. 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 سلد. 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 السلد دي بقى مهمة جدا. كلكم كده ايه? مش بتاكلوها ومش بتحبوها بس هي مفيدة جدا وبتخلي صحة نكويسة جدا جدا جدا. سلد. سلد. نطقها زيك تابعة هي سهلة خلص. كيك. كيك انا عن نفسي بحبها جدا. الكيك او الترطل. كيك كيك. السي هنا نطقتها ك ك علشان جاي بعدها اي. اوكي? كيك. طالما نطقت الاي كده نطقتها اي. زي نطقها اساسا في الحقيقة. فعشان كده حطيت في الاخر اي. طيب. جريبس. جريبس. اللي هو العنب. جريبس. الاي هنا نطقتها. تتحققها في النطق نطقتها زي ما هي بضبط اي. عشان كده حطيت هنا اي. وبعدين حطيت الاس بتاعة البلور او بتاعة اليوم. ايس كريم. ايس كريم. ايس كريم. اللي هو الايس كريم. سهلة خلص. ايس كريم. فروت. 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 اللي هي الفواكه. جوس. جوس. او اللي هي الفكهة سوري. جوس. جوس. اللي هو العصير. ور. 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 ور.itten هي المية. اوكي? عايز تقولها ووتا. صح? عايز تقولها ووترن صح? عايز تقولها ور. يعني كان دي. صح? كل النطق ده لها صح. اوكي? اللي هي المية. اللي هو اللبن. لازم نشربه الصبح. انا نشربه في اي وقت في اليوم عشان هو مفيد جدا وفيه كالسيوم. اللي هو الشاي. بص استلفت دي. اي دي. حطتها هنا هون. ها? قلتها البي منطقة والار منطقة والدي منطقة واستلفت الاي اي من اي طيب. انا في اليوم الطبيعي ان احنا بناكل يعني ثلاث وجبات. بناكل ثلاث وجبات. ايه هما الثلاث وجبات دول اللي هما الريك فست بريك فست بريك فست بريك فست اللي هو وجبة الفطور. بريك فست على كده منحفظها بريك برضو استلفت الاي اي 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 اتعبنها معنا النهاردة. بريك فاست 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 نبقى زي كتابتها بالزبط. اوكي? لانش 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 اللي هو الغدب. اوكي برضو زي كتابه. لا 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 اه اه اللي هي اليو. لانش تش لانش لانش اللي هو الغدب. دينر 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 اللي هو العش. طيب. لكن انا عندي بعض الاجكتفز اللي بستخدمها او الصفات اللي بوصف بيها حاجة معينة. زي كلمة هانجري هانجري يعني جعان هانجري يعني جعان هانجري هانجري. ثيرسي والصورة والإيه يا دنيلة تعبناها النهاردة طلعنا عنها معنا هي هي بالضبط وزودت لها في الأول عشان تديني معنى غير أو معنى النفي بتاعي فبقت صحي و معناها غير صحي طيب هنكتب طبعا في بيج نومبر هناخد بقى تلوقتي قعدتين سهلين جدا أو سؤالين يعني سؤال وإجابة وسؤال وإجابة لو أنا عايز أقول لحد تحب حاجة معينة أو بعرض على حد حاجة معينة إن هو يكلها مثلا أو حاجة إن هو يشربها هقول له إيه عزورين يا جماعة لو صوت يتعبن شوية ودعوتكم كده ربنا يبارك لي فوقتي عشان بعايز أعمل حاجات كتير قوي بالوقت بولاي لما بالحقش أخلط الوراي طيب لو أنا عايزة أعرض على حد حاجة فهقول له تاني هقول له والحاجة اللي أنا بكلمه عليها مثلا ودي لايك ان ايج يعادين على الفطور كده وأختك مثلا مش طيلة الايجز أو البيض فتقول لها ودي لايك ان ايج ودي لايك ان ايج أوكي آآ تقول لبابا مسلا ودي لايك انت عايز يا بابا شاي أو حضرتك يا بابا عايز شاي وصم هنا باستخدامها مع الحاجات اللي مش عارف عدها يعني الشاي ده الشاي نفسه أنا مش عارف عده يبقى قلت هنا طيب افرد ان انا اختي كانت عايزة فعلا البيضة دي فهتقول لي يس بليز آآ قطر خيرك طيب شكرا يعني يبقى يبقى ياريت طيب افرد ان بابا كان خلاص شرب مثلا شي وخلاص شبعا مش عايزي تشرب شي تاني فهيقول لك يبقى السؤال عندي بيقى عامل ازاي السؤال والحاجة اللي انا بسأل عليها او لانا باعرضها على الشخص القدامي طيب لو انا عايز الحاجة دي هقول ولو الحاجة دي مش عايزة هقول طيب في كمان حاجة تانية انا اخدها دلوقتي سهلة قوي لما يكون عايزة اسأل حد عن الاكل المفضل بتاعه كلنا طبعا الاكل كله رزق من عند ربنا كلنا رزق من يحب كل الاكل بس بقى فيه اكل معين كده بحبه اكتر حاجة اوكي فلو حد عايز تألك على الفيفوريت فود بتاعك او الاكل المفضل بتاعك هيقول لك هيقول لك واستنوا بقى عشان هي مكتوبة في الكتاب هي صح باليوت طبعا بس هي مكتوبة في الكتاب او في المنهج بتاعنا بلقوه فقط what's your favorite food what's your favorite food what's your favorite food يعني ما الاكل او نوع الطعام المفضل بتاعك احنا عارفين ان يور دي معناها ان الحاجة دي اللي انا كلامك عليها دي ملكك حاجة بتاعتك انت اوكي كلمة favorite معناها مفضل وكلمة food حفظناها لسه من شوية اللي هي الطعام يبقى what's your favorite food what's your favorite food معناها اي طعامك المفضل طيب انا الطعام بتاعي ده تفتكروا ده يعني عاكل ولا غير عاكل ها نقول عليه ايه ها برافو عليك ونسمعيك وهنقول عليه it's it's فانا عايز اقول it's والحاجة بقى اللي انا بحبها على طول مثلا it's ice cream it's ice cream انا بحب الice cream what's your favorite food it's bread فيه ناس بتحب العيش قوي سواء بقى اي نوع من انواع الخبز بيحبوا it's bread اوكي مثلا it's fruit حد صحي مثلا كده وشاطر وبياكل اكل healthy فهيقول it's fruit يبقى تاني السؤال بتاع الاكل المفضل بتاعنا لو انا عايز اسأل حد اقول له ايه الحاجة المفضلة بتاعتك اقول ايه اكل المفضل بتاعك اقول له what's your favorite food what's your favorite food لما نيجي نجاوب عليه هقول له it's it's والحاجة اللي انا بحبها او الحاجة اللي انا عايزها اوكي طيب لو جينا اه نقرأ الكلام ده من الكتاب اهو would you like والحاجة اللي انا بسأل عليها الاجابة بتاعتها ياما yes please او no thank you would you like an egg yes please would you like somewhere no thank you والصانج دي بيشرح لك فيها what's your favorite وان اجابتها it's كزا اوكي طيب بصوا بقى عشان الناس اللي امتبع معايا من نفس الكتاب في grammar في اللي هو okay انا مش هشرحه من الوقت بتكون it's good for our health كويسة لصحتنا وفيه حاجات unhealthy بتبقى bad for our health بتبقى مضرة او سيئة لصحتنا طيب تعالي نشوف الحاجات good to eat good to eat يعني حاجات كويسة ان احنا ناكلها او حاجات جيدة او حاجات مفيدة ان احنا ناكلها زي الكارت كارت كارت اللي هو الجزر اوكي او الجزرة كار كار كارت الار وانا بنتق كايني انا قريت اتنين ار عشان كده كدها double r كارت كارت طيب كمان ال apple 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 الابل كمان حاجة مفيدة جدا apple apple كمان chicken 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 لست حافظنها وراه طيب فيه كمان حاجات unhealthy ماينفعش ان انا اكل منها كتير او ماينفعش ان انا يعني اكلها اصلا بس يعني بنقولها هنا اكلها كده من نفسنا بس حابات سغننة اللي هي not got not got to eat مش مش كويس او مفيدة او ضرة ان احنا ناكلها زي ايه زي مسلا زي الكيك كيك 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 طبعا مش مش لطيف ان احنا ناكل كيك كتير عشان فيه سكر كتير وهندخن وهي سنن ان هتسوس وهيجي لنا امراض طيب كمان ice cream ice cream كمان من الحاجات ال unhealthy food حاجات مش صحية حاجات لو كلناها كتير نتعب اوكي كمان a burger a burger كمان الحاجات بقى ال burger بقى والساندوتشات الفاست فود وال والتيكاوي والحاجات دي كلها برضو الحاجات دي كلها unhealthy حاجات غير صحية حاجات بتتوجه علينا بطلنا كمان عندي الفرايز الفرايز تخيلوها اقتر حاجة كل الناس بتحبها برضو الحاجة دي للأسف it's not good to eat حاجة مش كويسة ان احنا ناكلها اه برضو الفرايز كمان ال aisle ال aisle ال aisle الزيت مش حلو برضو ان احنا نستخدم الزيت كتير في اكلنا اوكي طيب تعالوا بقى نقرأ الجزء ده بيكلمك هنا عن healthy and unhealthy food الاكل الصحي وغير الصحي طبعا انتوا عارفين ان انا عاون لها ابدأ قريبا دلوقتي فانتوا هذكروا ورايا رابوا عليكم يلا بينا it's got to eat healthy food طب والله هنا لو ترجمت الجملة دي بقى في حقه تقولوا وتشوفوا بقى لان it's got to eat احنا لسه قرينا هورا دلوقتي ان هي حاجة مفيدة ان احنا ناكلها healthy food اللي هو الاكل الصحي بس ان حاجة كويسة ان احنا ناكل اكل صحي it's got to eat healthy food يلا اقولوا ورايا بقى بنفس السرعة اوكي it's got to eat healthy food it's got to eat healthy food it's got to eat healthy food طيب ليه بقى لان healthy food helps our bodies and our teeth healthy food helps helps طبعا احنا عارفين كلمة helps تي كتير خدناها بلي كده كتير بمعنى يساعد helps في ايه helps our bodies and our teeth بتساعد جسمنا وبتساعد اسناننا ان هي تبقى قوية وان جسمنا يكبر طيب unhealthy food is not got for our bodies unhealthy food is not got مش كويسة او غير مفيدة for our bodies مش مفيدة لجسمنا it does not help our bodies grow it does not help our bodies grow ما بتساعدش اكسامنا ان هي تكبر بصحة وتكبر بسلامة لأ زي بتأزينا وبتدرنا وبت يعني بتعطى النمو كمان بتاعنا جاي طيب من الحاجات اللي احنا قرنوها بقى دي تعالى لما نحل circle the current answer هنعمل دايرة او circle على الاجابة استحيحة if something is healthy 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 لو حاجة healthy it's good ولا bad for you ها مين شاطر ومركز معايا برافو عليكم it's good for you healthy food helps ولا doesn't help our bodies ها الاكل الصحي healthy food بيساعد ولا مش بيساعد لأ طبعا دي helps our bodies اوكي طيب في الصورة اللي تحت دي بيقولك color the healthy food المفروض ان احنا نلون الاكل الصحي طبعا انا عندي آآ عندي كمان عندي كمان عايزاكم بقى توروني color بتاعكم او color بتاعكم او التلون بتاعكم وتصوروا وتبعتولي على طيب نوقف بقى الفيديو نروح نحفظ او او كمل الفيديو كله احنا عارفين نظامنا ايه بنشوف كله مرة واحدة وبعدين بنقسم بقى بناخد الفيكابراري في يوم وبعدين ناخد الجرامر في يوم وبعد كده بنقرأ في يوم وبعد كده الحل في يوم حلو وتعالى بقى راجع معي هاجت يلا بينا match fruit اهي chicken اهي اللي نايمنا دي grapes bread look and circle the right picture fruit fruit اهي chicken برضو نايمة نفس النوم اهي ice cream ice cream اللي عمين يتحكوا لنا دول طيب supply the missing letter milk milk burger burger chicken fries شايفين انا بنت ازاي عشان اعرف حل صح لو ما عملناش كده مش هنحل صحه خالص طيب fruit 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 grapes grapes juice juice were 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 اوكي انا سكرامبلا نريد الورد تعالى نرتب ونكتب الورد ها اه اه اج ها ف ف ف ف fries ها تش تش ك ك ك ن chicken chicken huh juice juice grapes 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 burger 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 تمام طيب look and bought take out through healthy unhealthy طبعا الكارت healthy جدا food food drink طبعا ده food دي حاجة بنكلها food drink دي حاجة بنشربها drink معناها مشروب okay healthy unhealthy طبعا الملك healthy جدا صح كده انتو شطورين خالص طبعا look at the pictures and complete with egg burger thirsty ice cream i don't like the burger طبعا كمة الكتب الكلام المكتوب ده do you like ice cream طبعا انا عشان حفظت الكلمات فبحل لهو على طول زي الشاطرين بالضبط i am thirsty i am thirsty would you like an egg would you like an egg would you like an egg طبعا ما ننساش ننسى ما ننساش ننسى يا سلام ما ننساش نكتب سؤال الكابي علشان عشان خطنا يبقى جميل طيب انا طمعا شوية وهاخد معاكو كمان lesson three بما ان احنا اخدنا حتى اصغنونا قوي يعني ملحقناش نقول حاجة تمام يلا بينا ناخد الجزء ده كمان وبرضو repeat after me make 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 يصنع اللي ايه نطقطها قوي فعشان كده في الاخر حطيت i yogurt 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 الهي الزبادي وطبعا ديه healthy food okay yogurt yogurt yummy yummy حاجة لذيذة حاجة طعمها جميل town town معناها مدينة واتفقنا قبل كده زمان قوي ان الow في ليها حالات بنتها town town super market super market super market super market سهلة جدا انا قبتلك قبل كده الكلمات الطويلة دي بتبقى هدية بتبقى نطقها او حفظها سهلة قوي new 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 يعني حاجة جديدة meet meet اه يا دي الاي اي اي اللي تعمناها معانا طول اليانت ده meet meet اللي هي اللحمة والسالد احنا لسه حفظينها طيب تعالى بقى ما نقرأ الكلمات اللي تحت دي عشان هتفيدني قوي 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 وانا اه بقرأ الريدنج اللي هنقرأه دلوقتي great 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 اه اي 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 اه اتشتمل اي 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 بدي بعد كده great معناها عظيم great معناها عظيم great great dad dad بسمحتي يقولي dad dad دي مش مش موجودة اصلاً اسمها dad dad لما نيجي نقرأ الاي ندخل عين كده خفيفة اوي كده يعني تبقى ظهر حاجة بسيطة اوي كده في كلمة okay dad dad mom 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 اللي هي امي sil 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 سل يعني بيا primer school primer school primer school مدرسة تدائل احنا اللي انت فيها دلوقتي primary school school حفظين اصلاً school قبل كده yesterday 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 معناها مبارح near 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 يعني بالقرب من حاجة قريبة من حاجة buy boat buy boat buy boat معناها يشتري لكن boat حاجة اشتراها خلص bread حفظناها open 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 يفتح look look يبدو people 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 معناها ناس okay طيب هنقرأ الجزء الصغانون قوي ده وبعدين نحل وخلص كده الجزء ده انا بقى احنا خلصناه okay طيب عندي هنا ستوري جميلة قوي تعالى كده اخدنا كلماتها طبعا ورا اللي هي الارناها تحت دي في الجدول فتعالا نشوف دلوقتي مع بعض الستوري دي بتتكلم علي let's make a healthy lunch for mom and dad let's make a healthy lunch for mom and dad او لا استنبع عشان احنا عارفين الكلام ده كله let's يعني يلا او هيا بنا make نصنع a healthy lunch lunch يعني غادة يبقى healthy lunch غادة صحي for mom and dad تعالي نعمل غادة صحي علشان بابا وماما اقراه يلا ورايا let's make a healthy lunch let's make a healthy lunch for mom and dad for mom and dad ردت عليه اخته قالت له great idea great idea دي فكرة هزيمة انت شاطر قوي great idea 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 يعني فكرة فكرة هزيمة dad do you like some fish dad would you like some fish بابا انت عايز تاكل سمك ايه رأيك تاكل سمك that looks yummy thank you that looks yummy اي حاجة بقراه تقراه ورايا بدل ما خليك تعيد الفيديو كله من الاول تاني اتفقنا ايه وحد يكونوا بسمعش الكلام ايه وضعها كبيرة او 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 طيب that would you like some fish that looks yummy يالله ده فكرة جميلة فكرة لزيزة يبقى جا طعم جميل thank you thank you thank you وراح الولد سأل مام mom would you like some yogurt mom would you like some yogurt mom would you like some yogurt ماما تاكل زبادي no things but can i have some salad 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 لا مش عايزة yogurt الوقت بس ممكن اكل سلطة طيب that looks good that looks good شكلها شهية شكلها طعمها كده حلوة قوي okay شفتوا الستوري بتاعتنا صغلنا خالص ازاي طيب تعالى بقى هنقرأ برضو جزء صغير هنا اه مع connect with connect with with geography يعني الجغرافيا تعالى لما نشوف يعني ايه جغرافيا دي يعني بتكلمك او subject كده او مادة بتكلمك عن كل بلد دي موجودة فين البلد دي جنبها ايه البلد دي حدودها ايه من برا جنبها ايه من ناحية دي جنبها ايه من ناحية دي الجو بتاع البلد دي عامل ازاي اوكي طب تعالى من نشوف كده هيكلمني على ايه هنا ممكن يكلمك على حاجة موجودة في مكان معين a new supermarket in the z مين بقى ساكن في ازاي ازاي او مين عايش هناك في ازاي او في ازاي ازاي او او ازاي كزيج اوكي طيب there is a new supermarket in town there is a new supermarket in town الوراي there is a new supermarket in town فيه سوبرماركت جديد فتح فيه town افتح في المدينة it opened yesterday morning it opened yesterday morning الافتاح بتاعه كان مبارح الصبح it's very big it's very big it's near the zazig primary school it's near the zazig primary school it's near the zazig primary school there yesterday في ناس كتير قوي يروحك هناك مبارح حستك عينك تكون مش بتقرأ غراء طيب اشتروا ايه بقى من هناك اشتروا ايه بقى من هناك اشتروا ميت كمان اشتروا ايه بقى من هناك اشتروا bread eggs grapes juice and many other things اشتروا كمان حاجات كتشة او 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 اي يبقى It's near a primary school It's near هو أريب من مدرسة ابتدائي أوه تجنبها على طول أو أريب منها على طول It opened yesterday afternoon استنى بقى أنت بتلغبطنا لي كاتب لي فوقه It opened yesterday morning يبقى Fools Ok You read in a circle There in line 6 Means That طب استنى 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 كلمة there Line 6 Line 6 يعني في سطر السادس 1,2,3,4,5,6 There are there ماشي بيقولك Many people went there yesterday They bought آه بيقولك في ناس رحوا هناك كتير مبارح واشتروا كذا 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 كلمة there بقى دي عيدة على من السوبر ماركت ولا سكولة هم رحوا هناك واشتروا يبقى عيدة على السوبر ماركت ونعمل عليها circle لأنه قال لي read in circle طيب What is the opposite of big What is the opposite of big الناس اللي كانت اغدى منها جلقانكتون زكريا كويس هتعرف ان كلمة big معناها كبير وكلمة small معناها صوير ده سوبر ماركت سيلز دازن سيل هيل سيفود لا استنى بقى هاي هيل سيفود اهه سيلز سيلز بيبيع واكل صحي اوكي طيب يدقون باحفظ وقرأ وحل وتعال راجع معي او شوف الحل دلوقتي وبعدين حل لوحدك وتعال برضو راجع معي تاني معتش معتش يومي حكي لازيزة انا جعد خلص من اليون الده ميت يو اوه شكله جديدين سيل سيل بيبيعه صح باينا علي ان هو بيبيعه حك look and circle the right picture look and circle the right picture سوبر ماركت يوغيرت juice انا هرقم بس احنا متفقين ان احنا بنرقم يعني بصوا هحلو لكو دي الاول وبعد كده نتحلو زي في البيت that looks yummy لما اجا اكتبها بقى هقول كده that looks يومي شفتوا ان عملت ايه لازم اشطب بالمنظر ده that looks yummy that looks yummy اوكي البعدها would you like some juice would you like some juice اوكي look here the pictures and complete with cake apple healthy yogurt and apple is fruit would you like some yogurt it's a food it's healthy food بين يا عمه i like cake i like cake واخيرا الحمد لله خلصنا اه ما ننساش نعمل لايك وشير الفيديو عشان كل زمائلنا يستفيدوا زينا بنعمل سابسكرايب بالشانل عشان يوصلك الساشن الجاي عشان نقفل مع بعض يونت سيكس مع السلامة انسان Rome انسان